استقبل فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمقر قامته صباح اليوم الرئيس التنفيذي لبنك التمويل الخليجي سيد هشام الرئيس ووفد من البنك وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة وقد رحب فخامة الرئيس التونسي بالرئيس التنفيذي لبنك التمويل الخليجي والوفد المنافق لبحث مجالات التعاون في المشروعات الاستثمارية بتونس وستعرض الرئيس التنفيذي لبنك التمويل الخليجي خلال اللقاء استثمارات البنك في تونس وعلى رأسها المركز المالي التجاري باستثمارات تصل إلى مليار دولار والذي يأتي كنسخة حديثة للمرفأ المالي بمملكة البحرين والمركز المالي بدبي لافتا إلى أن البنك يستثمر في مشروعات البنية التحتية بدول الخليج بمحفظة مالية تبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي وقد أبدأ فخامة الرئيس السبسي ترحيبه باستثمارات ومشاريع بنك التمويل الخليجي مؤكدا أن الجمهورية التونسية تفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات الخليجية في شتى المجالات حيث تم تطوير تشريعات تسهم في أعطاء الفرصة للمستثمرين بالعمل على مشروعات مشتركة مع الحكومة التونسية وفي ختام اللقاء قدم الرئيس التنفيذي لبنك التمويل الخليجي هدية تذكرية إلى رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر